السابع بتوقيت السودان المحلي ومكة المكرمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في عرضنا الصباحي الإخباري من تلفزيون السودان وبداياتنا بأهم العناوين البشير والصادق المهدي بحثان قضاء الحوار الوطني اجتماعها برئاسة النائب الأول اللجنة العليا للعمل الإنساني توجه بمعالجة أوضاع العالقين من أبناء الجنوب السودان يؤكد دعمه جهود الإيقاد لإقرار السلام الشامل بدولة جنوب السودان أهلا بكم في التفاصيل بدأت بالخرطوم اجتماعات مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية بحضور لفيف من أعضاء المنظمة من البلدان الإسلامية واجدد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير خلال مخاطبته اللقاء التزام السودان بدعم أنشطة المنظمة ومشروعاتها حتى تتمكن من أداء دورها في خدمة المسلمين وتوفير حاجاتهم تم شاركة واسعة من أعضاء منظمة الدعوة الإسلامية من البلدان الإسلامية وبحضور رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بدأت بفندق كورنيسيا بالخرطوم الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية في دورتها الخامسة والعشرين والتي تهدف إلى عكس الإنجازات التي حققها خلال الأربع أعوام الماضية وتغييم وتقويم السلبيات وإجازة استراتيجياتها وخطتها للفترة القادمة وعلمت علم اليقين أن هذه المنظمة جاءت إلى كل أقاليم أفريقيا المحتاجة فساعدت وأعانت بدعم سخي من هذه الحكومة ومن شعبها ومؤساتها ومن المانحين المباركين رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية المشير عبد الرحمن سوار الذهب قال إن المنظمة ظلت على مدى أربعة وثلاثين عاما تعمل على نشر قيم الدين الإسلامي وقيامه الفاضلة وتلبية حاجات الشعوب المستضعفة في الدول الإفريقية والبلدان الإسلامية الأخرى مشيدا بالدعم السخي الذي ظلت تقدمه العديد من الدول الإسلامية والخيرين من أبناء الأمة نخلص من ذلك أيها السادس والسيدات أننا كمنظمة إسلامية طوعية إقليمية تسعى لإسعاد المحرومين بما تقدمه من عون وخير وبذلك تكون المنظمة جسرا للتواصل بين الميسورية والمحرومين كل ذلك من مئة مشارك من المنظمات والجمعيات والمحسنين والمفكرين والعلماء والدعاة وهو أكبر تجمع للمنظمة منذ أن بدأت مسيرتها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير جدد دعم السودان لخطط ومشروعات المنظمة حتى تتمكن من أداء عملها على الوجه الأكمل داعينا الدول العربية والإسلامية لدعم موارد المنظمة من أجل خدمة المسلمين وتوفير متطلباتهم وأثرت جدارة مشهودة منذ إنشائها وإختيارها السودان دولة مقر وثمرة جهدها بناء آلاف المساجد ودول العلم والمستشفيات والرعاية الصحية والإتماعية وحفر الآبار والسقية امتثالا للآية الكريمة وجعلنا من الماء كل شيء حي ويبقى التحدي الأكبر الذي ينتظر اجتماعات المنظمة هو كيفية الخروج بقرارات وتوصيات من شأنها تجاوز التحديات والصعوبات وتقديم الخدمات للشعوب الإسلامية خاصة في أفريقيا ودول العالم الأخرى وجهت اللجنة العليا للعمل الإنساني في اجتماعها برئاسة النائب الأول رئيس الجمهورية الفريقة والركن بكر حسن صالح بمعالجة أوضاع اللاجئين من دولة جنوب السودان العالقين بالولايات الحدودية المتاخمة وأكدت اللجنة أهمية الإسراع في إنفاذ توصيات رئيس الجمهورية بشأن معاملة اللاجئين من أبناء جنوب السودانيين وقال مفاوض العون الإنساني دكتور سليمان عبد الرحمن إن اللجنة اطمأنت على الأوضاع الإنسانية بولايات دارفور ونيل الأزرق وجنوب كردفان وأشار إلى أن اللجنة اعتمدت موجهات العمل الإنساني ومعاملتهم معاملة استثنائية خاصة حسب توجه السيد الرئيس الجمهورية مع استكمال الإجراءات والترتيبات الأخرى المتعلقة بوجودهم في السودان أيضا اعتمدت اللجنة العليا للعون الإنساني موجهات العمل الإنساني للعام 2014 وهي بالتالي سارة المفعول في كل أنحاء البلاد وملزمة لكل شراكة العون الإنساني الدوليين والوطنيين بل استثناء أيضا أكدت اللجنة العليا للعون الإنساني على أهمية إحكام التنسيق بين كافة شركاء العون الإنساني من جهة أخرى أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريقة وركن بكري حسن صالح أهمية التغطية الشاملة لخدمات رعاية الصحية الأولية بالبلاد ووقف النائب الأول لدى لقائه وزير الصحة بحر إدريس أبو قردا على أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة والعمل الذي يطلع به مجلس التنسيق الصحي القومي على مستوى البلاد كما تناول النائب الأول مع وزير الصحة الجهود التي تقوم بها الإمدادات الطبية في توفير الأدوية وكيفية عمل المجلس القومي للأدوية والسموم في ضبط أسعار الأدوية وتوفيرها عبر الآليات المعنية من جهته أعلن وزير الصحة توزيع أكثر من 500 من الاقتصاصيين في جميع ولايات البلاد في سياق توطين العلاج بالولايات المختلفة كذلك مع النائب الأول موضوع الحياة العامة للإمدادات الطبية ولما تقدم هذه الحياة من أدوية مهمة جدا ليس بغرض التجارة ولكن توفير الأدوية المنقذة للحياة والنادرة وأيضا الإشكالات التي تعانيها الحياة في قانون حقها والديون المتراكمة السابقة كيفية معالجة هذه المسألة وكذلك برضو ناقشنا عن موضوع مدعض بالمجلس القومي للأدوية السموم وموضوع التسعير وتوفير الأدوية وآلية مشتركة المكونة من وزارة الصحة والجهات الأخرى زي الأختصاص زي بنك المركزي والمصارف السودانية ومستوردين شعب المستوردين الأدوية على صعيد آخر وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريقة وركن بكر حسن صالح بالاهتمام بالبحوث في مجال الثروة الحيوانية وترقية الإنتاج الحيواني وأكد النائب الأول لدى لقائه وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي دكتور فيصل حسن إبراهيم أهمية القطاع الحيواني كأحد القطاعات ذات الأثر على الاقتصاد القومي وتناول اللقاء مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في صادرات غير البترولية التي ظلت في تزايد مستمر كما وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية بضرورة الاستمرار في برامج التكامل بين الإنتاج الحيواني والزراعي وتوفير بعض المدخلات لقطاع الدواج المجمل أنشطة وزارة الصراحة الحيوانية والسمكية ومجمل أنشطة القطاع المتمثلة في مجال الصحة الحيوانية ونؤكد في هذا المقام أن أوضاع صحة الحيوان في السودان ظلت مستغرة وكل الأمراض الوبائية ذات الأولية العابرة للحدود مسيطرة علىها بحمد الله سبحانه وتعالى والدليل على ذلك انسيها بصادرات السودان إلى الدول المجاورة وأسواقنا المعروفة أيضا قدمنا لنسيات التنوير حول جهد الموزول في إنتاج اللقاحات لحماية القطاع القومي نحن الآن ننتج 13 اللقاح وفي البرنامج أيضا عشر اللقاحات تحت التجريب والبحث لأن اسم جيدة لقicing Öyle Quốc ستجربة